شارك سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التنسيقي الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة برئاسة معالي الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمختربين وشارك في الاجتماع عدد من وزراء الخارجية أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية وعضوية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمختربين في دولة فلسطين ومعالي وزير خارجية الجمهورية التركية وسعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر وسعادة النائب وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وتم خلال الاجتماع بحث الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها اللجنة لدعم جهود التوصل إلى الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للبدنيين وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية كما تم مناقشة الخطوات اللازمة لإحياء عملية السلام في المنطقة لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعم الجهود الرامية لتعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة وتنسيق المواقف تجاه التحرك الدبلوماسي في المرحلة المقبلة لحشد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية خلال أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات واللقاءات التي ستعقدها اللجنة على هامش أعمال الجمعية العامة موسيقى